تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب ويعد الحاج عمار دبار من أبرز من استثمروا في هذا المجال نتابع مع سكينة بن عروسي وأمينة بن دحمل الحاج عمار دبار من بلدية الرباح بالوادي من أبرز من استثمروا في مجال زراعة الزيتون الذي أتبتت جودته ونوعية الزيت المستخلص منه متحملاً بذلك المناخ الصعب للمنطقة نحن منها في الزيتون نحن منها العام الأول ما جاب ليش ياسر زيتون فمني جاب لي واحد عشر ليلتر على زيت والعام اللي فات جاب لي واحد ثلاثين ليلتر والزيت زيت انتعه مخلوقش مت فمني والله حتى ندفه للرحاة كان يقولون زيت تعجية الرباح منها كما كبه حتى زيت فمني الليلة وينتج خيرك يا ربي غياب الكهرباء الفلاحية ونقص المياه إضافة إلى زحف الرمال نحو أشجار الزيتون مشاكل لطالما أرقت الحاج عمار اليوم الحاج عمار يطالب السلطات بالتوجه لهذه الزراعة المعاشية ودعمها بالكهرباء الفلاحية ونوعية البذور وهذا للرفع من الانتاج المحلي هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبحة لأن رأيك يهمنا إيجابياً كان أو سلبياً لأننا نهتم كثيراً بوجهة نظركم ترجمة نانسي قنقر